مرحبا برج الثور هذي قراءتكم العاطفي القراءة تصلى حق الطالع والشمسي والقمري هاليوم بسو القراءة باسلوب المرأة يعني انت على هاي الجانب والحبيبة والشريك على الجانب الاخر ونشوف اختلاف الطاقة بينكم وتوافقها خلال الشهر ممكن ايضا انت يناسبك الجانب الاخر فاخذ القراءة بما يناسب طبيعة علاقتك مع الشريك راح نشوف اول شي جانبك انت يا برج الثور ورابع كرت الكرت الاولي راح يكون الطاقة العامة او الطاغية على علاقتك مع الشريك خلال الاسبوعين القادمين من هالشهر نشوف الشريك نشوف الشريك الطاقة العامة والطاقات المتفرعة عندنا نشوف اهني برج الثور اول كرت عندك الامبراطورة مقبل على فترة نعم مادية اكثر من العادة وفترة راحة فترة رخاء وكأنما قاعد تتباهب الرخاء امام الشريك وامام اللي حولك اوكي برج الثور اشوفك هني عندك طاقة الامبراطورة وهي طاقة برج الميزان الشريك او الحبيب عنده طاقة ايضا برج هوائي وهو الجوزة اهني تشوف ما بين الكرتين نشوف ان طاقتك جدا راح تكون من سجمة مع الشريك الفترة القادمة او خلال الاسبوعين القادمين انت راح تمتلك اذا كنت بانتظار اموال او بانتظار مثلا ورث او دفعة مالية راح انت تملكها اكثر من الشريك في الفترة القادمة او على الاقل راح تملك او يعطيك الشريك لانه يحبك لانه عندنا كرت العاشقين هني راح يعطيك التحكم المالي المطلق والثقة التامة فيك راح يقولك انا اثق فيك تحكم انت بامور المنزل او يعطيك الاموال مثل الامانة عندك انت هني تشعر بالازدهار بالبهاء كأنما قاعدت باهي اهل الشريك المجتمع محيطك الخاص انه شوفوا فلان او شوفوا حتى فلانه شلون واثقة فيني درجة الثقة العمياء هني بما ان العاشقين ممسكين بعض وهم ومضين عينهم بيما معناه الثقة راح تكون عمياء من الناحية المالية وايضا من ناحية ان الشريك هو اللي راح يضخ امواله فيك خصوصا اذا كنتوا مقبلين على فترة خطوبة او زواج راح يعطيك انت في يدك المبلغ الكبير المبلغ الكامل ويقولك انت تصرف اذا داخلين مشروع شراكة مع بعض او بناء راح يعطيك كأنه ما يرجع بعدين الى البيت ويخلي الاموال عندك يستودعها عندك انت راح تحكم او تحسن التصرف فيها راح تكون خير مؤتمن ولكن في نفس الوقت عندك طاقة التباهي خلي نشوف باقي الكرتات اهني اول كرت ملك النار او ملك الاغصان يقابله الخماسيين شريكك في الفترة القادمة يقولك يا برج الثور انت في الماضي احتمال اني ما وثقت فيك او ما انا كنت عند حسن ظنك انا يا برج الثور كنت اتصرف بطريقة عشوائية بطريقة ساذجة غير ناضجة طاقة المراهقين عندنا هنا انزين ما كنت اتصرف او احسن التصرف ولكني اثق الحين ان انت يا برج الثور اللي لازم تضع الخطط لنا اذا كنتوا مقبلين مثلا على انتقال او زواج راح ينظر لك الشريك انت عشان تيتحدد اي كثر اموار راح تصرف في هاي الجانب اي كثر اموار راح تصرف في هذاك الجانب وحتى مثلا لو مقبلين على زواج من اللي راح تدعوه عصد تحكم في يدك انت كانما يقول لك انت تفصل وانا البس انت تخيط وانا البس واثق في حكمك عندك طاقة ملك طاقة النضوج طاقة اثبت نفسك مو فقط للشريك يا برج الثور انت اثبت نفسك على المدى الطويل لان هذه هي طبيعتك الترابية ولكن كانما هني اثبات النفس راح ينتقل الى من طبيعة ترابية الى طبيعة نارية النار هي طاقة الافعال طاقة الاوامر المباشرة طاقة اني انا انظر الى مصلحتي او مصلحة علاقتنا قبل اي شي ثاني والشريك ايضا راح يكون متجاوب معاك بشكل جدا جميل في الفترة القادمة لان انت هني اشوفك اللي تتحكم على اي رجل او على اي خماس يضع رجله التحكم راح يكون عندك انت مثل العصى اللي تأمر فيها وتنهي على الشريك في الفترة القادمة وان كانت عنده اذا كان ينطبق عليك هذا الشي وشريكك في السابق كان عنده خيارات اخرى فتأكد انه في الفترة القادمة راح انت تكون الخيار الاول بالنسبة له راح يتخلص من هاي الطاقة قاعدة اشوفها تروح هذه الطاقة لانه يشوفك انت بعين الشريك المثالي الشخص الموثوق مستودع اسراره الكرت اللي بعده عندك اربعة السيوف اوكي اربعة السيوف لحد الان عندك مخاوف عندك نوع من المخاوف لان السلطة او القوة قاعدة تتحول تجاهك مرة واحدة اتعرف لما يقولك احنا ما نخاف من الفشل كثر ما نخاف من النجاح نخاف انه نستيقظ يوم من الايام كل ما نحلم فيه تحقق عندنا ما راح نقدر نستوعب هاي الطاقة عندك طاقة كبيرة قادمة في طريقك من القراءات السابقة ترى تدي تشوفها تجاه برج الثور قادمة في الطريق طاقة الامبراطورة الرخاء المطلق الاموال مع الزرع مع الازدهار مع الابناء كل شيء خصوصا اذا كنت تحاول ايضا انت والشريك في الانجاب راح يكون فيه راحة بعد التعب اقابل طاقة اربعة السيوف العربة كأنما انت في البداية هني في البداية راح تكون سعيد انك تعطي الاوامر في طاقة ملك النار تقولي الشريك سو تذي لا تسو تذي بنعزم فلان ما بنعزم علان راح نروح هذه الدولة او نسكن في هذا البيت انت تختار انت عندك طاقة الاختيار وطاقة التحريك للشريك ولكن بعد فترة لما تهدأ الطاقة عندك تبتدي تستوعبها يعني سير لها مثلا كم يوم او اسبوع راح تبتدي شوي تدخل في طاقة تخوف طاقة اريد ان ارجع الى طبيعتي المرتاحة قبل هذا الوضع طبيعتي المريحة طبيعتي اللي ما عندي فيها الكثير من المسؤوليات لكن الشريك اوه اللي راح يكون سندك في الفترة القادمة راح يكون فيه توافق جدا جميل بينكم لما انت تتعب اوه راح ياخذ عنك دفة القيادة عندنا كارت العربة كارت برج السرطان ايضا عندنا الابراج النارية ولكن راح اقرأ الابراج الرئيسية البرج الرئيسي للعربة هو برج السرطان كأنما الشريك لما انت تتعب شفت في نوع من السباق الجري يكون فيه تتابع من شخص الى شخص كل فريق يقف عند منطقة معينة كل شخص في الفريق وكل شخص يحمل الراية او العلم الى فقط مسافة معينة بعدين يتعب هذا الشخص يكمل شخص من الفريق عندنا المشوار راح تكون شديد طاقتك مع الشريك في الفترة القادمة خصوصا اذا كان فيها انتقال سواء انتقال الى مدينة انتقال في عمل انتقال من اللعزوبية الى الزواج انتقال الى مرحلة دراسية جديدة راح يكون الشريك جدا متوافق معاك وتعجبني طاقته لانه مو اثنيكم تحاولون تتحكمون في نفس الوقت لا في البداية راح يعطيك اندفت القيادة لما انت تحس الموضوع صار وايد عليك او تعبت او هو اللي راح يمسك بلجام الامور والتحكم وياخذ المسئولية عقبك جميل هذا احب طاقة سباقة تتبع اللي بينكم نشوف اخر كارت خمس الخماسيات خمس الخماسيات خمس الخماسيات احبك في مساعدة احبك لمساعدة الاخرين يا برج الثور في الفترة القادمة احتمال سيمثلك نقطة ضعف شوية لان انت قاعد تصعد مع الشريك او تدخلون على مرحلة جديدة فما تقدر في هذا الوقت في نفس المرحلة تتحكم بزمام الامور في حياتك ايضا تساعد المحتاجين او تساعد احد من الاهل والاصدقاء اللي يطلبون مثلا وقتك اموالك يطلبون اهتمامك لمشروع معين مثلا ملك الاكواب شركك سيكون متفهم ولكن شوف لما يكون عنده ملك الاكواب معناته صح انت لك الحكم في الامور المالية في الفترة المقبلة وشريكك سيساندك ويثق في حكمك ويسمحلك حتى باتخاذ القرار ولكن لما يأتي الموضوع الى نصيحته مو معناته ان انت عندك تتحكم ان ما تسمعت لنصيحة الشريك عندنا طاقة الابراج المائية هني انزين قلتلك هني السرطان ممكن ايضا نكون حوت او عقرب اذا شريكك نصحك ان مثلا هذا المبنى ما يصلح هذه الجامعة ما تصلح او خلى مثلا نسوي العرس اصغر من شذي اكبر من شذي التفاصيل او مثلا لا تعطي اموالنا اللي احنا نحتاجها في الفترة المقبلة الى الاصدقاء او الاهل اللي يطلبون منك حافظ على الاموال احرص انك تسمع نصيحته لان ملك الاكواب دائما نواياه طيبة تقدر تثق فيه تعتمد عليه تعتمد عليه ما راح ينصحك من اجل انه هو يتحكم بذلك هذا ما ينظر شريكك في الفترة القادمة ما ينظر الى الرغبة في السلطة سعيد جدا وفخور فيك حتى ملك الاكواب دائما هو طاقة الاب الفخور فخور فيك ان انت في النهاية وصلت الى طاقة انا امسك بدفعة التحكم ولكن في نفس الوقت لا تسمح لطبيعتك الطيبة اللي دائما تحب تساعد فيها الاخرين سواء بالاموال او بالوقت مثلا ربعك او اصدقائك يطلبون منك وكفة الاخرين يطلبون منك انك تعمل اكثر وقت او تعمل اوور تايم مهما كان الموضوع في الفترة القادمة دائما احرص وان كانت دفت التحكم عندك ان تشاور شريكك تعتبره مثل المستشار الحكيم اللي تقدر تحدمد وتثق بنوايا خذ راية قبل ما تقبل على اي خطوة بتقولي ليش بقولك لان لا تنسى انه اهوة راح يكون الشخص اللي واقف معاك يتحمل نتائج قراراتك راح ياخذ الدفة بعد ما انت تتعب وكمل المشور فبما ان هذا عمل جماعي لازم يكون فيه تنسيق راح اشوف كيف راح تطور الامور بينكم خلال هذا الشهر او الى اين ستصل او كي هذا كرت برج الثور نشوف كرت الثاني للشريك او قلتلك ممكن الجانب الثاني اوهة تحس انه يناسبك اكثر فاخذ الجانب اللي تحسي ناسبك مع الشريك هذا الجانب الشريك وتوقع ايضا ان شفت كرت طاقة مائية عشر الاكواب السعادة الكاملة الاسرة المستقرة تقليدية ولكنها مستقرة وفيها الكثير من الحب في نفس الوقت وانت عندك بالضبط او سوري معشرة الاكواب الكوبين طاقة السلمة طاقة الحب طاقة اللي ممكن اسوي اي شي عشان انت ترضى عني وانت عندك عشر الخماسيات قلت لك الكثير من الاموال او على الاقل لوموا الاموال نفسها وانما القرارات بخصوص الاموال ممكن يكون الشغلتين حتى القرار او حكمك الاخير الاموال على وين تصرف ولمن تعطى وعن من يمكن انت هنا بعد عندك طاقة تريد ان تمنع اشخاص معينين من الحضور الى زواجك من ان يعرفون عن امرك مع الشريك ما تب بهم يعيشون هذه المرحلة من الازدهار معاكم لانه كأنه ما تراهم هنا كما الاعداء يمكن انت بعد اللي تشوفهم شذي ما تثق فيهم ما تب تدخلهم في حياتك شريكك يقول لك خلال هذا الشهر رح نجساز رح نجساز هذه المرحلة مع بعض انت اؤمر وخلني انا احبك انا رح اعطيك طاقة الثقة طاقة اللي مستعد اكون معاك سواء وهذا طاقة جميلة شريكك مو رح يكون معاك او يقف معاك فقط لما تختار الخيارات الصحيحة حتى لما تخطأ يا برج الثور حتى لما تختار تحط اموالكم او تقوم حتى ببعض الاستثمارات في الوقت او في الجهد او حتى تحط ثقتك في ناس خطأ بعد سيوقف معاك بعد ما رح يتخلى عنك طاقة السول ميت او توأم الروح اوكي وعشر الخماسيات طاقة الاسرة مجتمعين مثل ما تشوفه هني الاسرة العائلة الاهل السعادة الكاملة عشر الخماسيات هي مرحلة نصل فيها مع بعض مو جهد فردي وايضا لما نصل الى هذا الكمال لان اعلى رقم في التار هو عشرة نقدر نتباهي قلت لك من البداية عندك طاقة التباهي الامبراطورة طاقة انا املك كل شيء الزوج الاموال السعادة وان كنت الحين تحس انه مواملك كل شيء تأكد ان معنى هذه القراءة ان هذا الشخص اوكي رح تقدر معه تحصل الشخص اللي بهذه المواصفات رح تقدر تحصل معه على كل ما تتمنى انت على الطريق الصحيح عزيزي برج الثور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة